ازايكم عامليني يا رب بتكونوا بخير. النهاردة يا جماعة جاية اسجل لكم فيديو ارتجالي جدا بدون اي سكريبت وبدون اي حاجة. الفيديو ده مجرد توصيق الاستلامي لشحنة جايالي من خلال شركة شحن جي ان دي تي اكس بريس. انا كنت طالب لابتوب من شرق ايو تكنولوجي واللابتوب جايالي من خلال الشركة دي وهم اللي يتعاملوا مع الشركة دي. طيب. الشركة الكلامة عن هي شركة رأي شخصي. شركة محترمة. شركة فاهمة هي بتعمل ايه شركة انترناشنال اللي هي فروع دولية في اندونيسيا. وفي دول شرق اسيا. مش فاكر اسمها الدول يعني بس ليهم كزا فرع يعني في كزا دولة في شرق اسيا. ناس ملتسبة بموعدها. ناس منظمة. ناس عارفين ايه الحاجات الفراشايل من حاجات نانفراشايل الحاجات القبلة للكسر الحاجات الغير قبلة للكسر. ناس فاهمين شغلهم صح. طيب انا ده مش فيديو اعلاني عن جي ان دي تي ولا اعلاني اصلا عن شرق او تكنولوجي انا بس بوسق معاكم اا استلامي للشحنة. طبعا انا فتحت الشحن طبعا عشان ابص فيها وانا مع المندوب. وهي جاي سقول لكم بقى على هداوة. طبعا هو ده شكل كيس بتاع الشركة. بس الحاجة الاميز بقى ان الشرق او تكنولوجي مش بيسيب شركات شحن تغلف له حكته. هو بيغلف حكته مع كاراتين الخاصة بيه اللي بيغلف بيها. اه طبعا شرق او تكنولوجي فرعه بس. اه ملوش فروع في مصر وبوصل من خلال مناديبه او من خلال شركات شحن. لو انت زي حالتي كده في محافظات بعيدة او محافظات السعيد او كده. آآ البحر الاحمر الودي الجديد اصوان الحيطة دي كلها بيوصل من خلال شركة الشحن. لو انت من محافظات واجه بحري او محافظات القاهرة الكبرى التوصيل عندهم موجود بردو بس من خلال منادوبهم الخاصة. بيسلمك اللابتوب على الاستلام وبيكون الدفع عند الاستلام على دفع جدية حاجز. شركات الشحن بتحول الفلوس كاملة الاول على انستا باي او حوالة بنكية او اي محافظة الالكترونية وبيجي لك اللاب اللي طبعا الناس هتقالها تقول لي ده انا زي هشتري حاجات اونلاين وهدفع تمنها مقدمة. دوصة جماعة اه انا مش بعمل على ان شارعات تكنولوجيا خالص. بس هو الفكرة اه شارعات تكنولوجيا عشرة عمر ومن قبل ما اتعامل معاك عميل بيع وشرة اه لا انا كان ليا معرفة شخصية بيه من قبل كده وتعاملات كتير يعني. فالمكان مصوق جدا وانا عن نفسي اللاب ده اصلا مش ليا. اللاب ده الحد تبعي هو تحرم تحولي الفلوس كاملة قبل ما الجهاز اصلا يتشحن. تمام? الجهاز تحولت فلوسه وتمنه كاملا وبعد كده الجهاز تشحن. هما طبعا عشان يطمنوك بيتصور لك اللاب من كل الزوايا بكل حالاته وهتسلم اللاب نفس الصور اللي اتبعتت لك بالزبط. دي نقطة الاولانية. النقطة هتقول لي دي اجهزة لابات استراد. ده معظم صور الاستراد مليان نصب او مفهوش ضمنات. عايز اقول لك ان شراء اوه تكنولوجي اسهل. واسرع استجابة وقاليا وامرا يعني في مرونة قوية جدا في السياسة الضمان بتاعتهم. يعني عايز اقول لك في ناس بتشتغل في مجال الاستراد ده. ما بيدوش اصلا ضمان ولا بعترفوا ان في حاجة اسمها ضمان على حاجات مستعملة. انت ليك تجربة. انا جربت الجهاز تشغال تاخده وتمشي وتسكن. انما عندهم سياسة الضمان بصراحة اسهل من امازون ذات نفسها. يعني امازون لما بتعمل سياسة تسترجع ولا حاجة بيدرجع لك فلوسك بعدها بشهر. لا الناس دي لو فعلا ليك حقك هتاخده في لحظتها او خلال يومين تلاتة بالكتير بيكون فلوسك وصلتك يعني. طيب تعالوا بقى احنا مش نعمل اعلان الشرقاوي احنا عايزين بجرب تجربة فعلية للسلام لابتوب من خلال شركة شحن بعت لنا فيها شرقاوي تبنولوجي الجهاز. تمام? يلا بينا. اول حاجة نفتح انا نفتح معنا طاعت الكارتونة. بقى الحاجة نفتح هنلاقي كارتونة تاني جوك كارتونة زيت التأمين. وعاوز قالك بقى على الحاجة قصية. انت ممكن تطلب اصلا شنطة مع اللاب لو انت محتاج شنطة زيت التأمين اللاب. يعني ادي اللاب اهو متغلب جوه كارتونة تانية. تمام? هتطلق الكابل بتاع الباور. تمام? ادي كابل الباور نتكنه على جنب. هتطلق الكارتونة بتاعة الادابتر. ادي هي. وهتطلق كارتونة تانية فاضية. ليه بقى? هيحط لك كارتونة بتاعة الفاضية دي من تحت. وكارتونة بتاعة الادابتر دي. من فوق لزيادة التأمين للاب. والشاحن طبعا الكابل ده العادي اللي هو يتريكن على اي جنب. طيب تعالوا بقى نرمي الكارتونة ده عشان كانت ايه مهمتها خلاص? ودي اكتر حاجة عجباني في شراء التكنولوجي ان هو بيستخدم كارتونة الخاصة للتغليف ودي حاجة زي التأمين يعني ما بيهمني حتى لو شركة محترمة برضو انا هأمن حاجتي بنفسي. طيب ادي اول حاجة هو. ادي اللابتوب. وادي الكارتونة اللي فيها الادابتر. وادي الكارتونة الفاضية التانية برضو مش عايزين هنرميها. تمام? ندخل بقى على الادابتر. طبعا الادابتر المفروض ده. وحطينا عليه بتاعهم. بتاريخ اللي اتطلب فيه الاردر. واحد ستة الفين اربعة وعشرين. محطوط اللي بول علشان محدش يلعب في الادابتر. علشان لو ليك حق او ضمان تعرف تسترد ضمانك بكل سهولة محدش يتكلم معك ولا حد يقول لك حاجة. طالما اللي بولات دي موجودة انت في امان. طيب. وادي الكيس بتاع الادابتر برضو ملوش لازمة ونرمي الكارتونة بتاعة الادابتر. وادي الكابل ادي الكابل اهو. طبعا الكابل مارن ولزيز حاجة لزيزة يعني. مش هنقول الوريجنال بتاع اللابتوب يعني بس حاجة نضيفة شغل نضيف يعني. طيب. تعالى بقى نفتح اللاب ونشوف بقى طريق التغليف. هو اول حاجة هحطط لك كارتونة تاني كان جوا الكارتونة. انت ممكن بقى تحط الكارتونة دي باللاب اللي فيها جوه شنطة والشنطة جوه الكارتونة الكبيرة اللي احنا لسه رامينا. طيب اول حاجة تعالى نطلع بقى لاب مش راضي يطلع. اطلع يا عم. يا عم اطلع. ايوة. محرزين على الحاجة. وحطين جوا كيس برضو عشان مجرحش جوا الكارتونة. فدي حاجة صائعة برضو يعني. طيب احنا مضطرين بقى نقطع البلاستر. اسفين جدا. ايوة ادي اللابة اهو. مغلفين وبلاستر تاني من جوه. زيادة تأمين للاب. طيب. ايه عم شارقاوي كل الحاجات دي عم شارقاوي. لا لا يا يا جماعة. اللاب ده مش تسترد. اللاب ده جديد. طبعية اللاب جديد شارقاوي ولا ايه? اللاب جديد جدا. هو بس اي نعم ما فوش اللي بيبه هنا. متشال بس يعني اللاب جديد. المسامير دي شبه جديدة. ما تلعبش فيها ما تفكتش. الملمس المط الاصلي بتاع الحاجة. مكان السي دي روم. تمام? سي دي روم برضو الاصلي غالبا ده اه الوريجنال. مكان الماستر كارد او الكارت التأمين. اه كل حاجة جديدة في اللاب حرفيا يعني. المداخل بتاعته. طيب سي. اه بصوا عمتن عشان تبقوا عارفين بس عشان الناس ماتتوهش معايا. هو اللاب ده الاتش بي ستمئة واربعين الجي سري. تمام? الاتش بي ستمئة واربعين جي سري ده لاب جيل سابع. وهنربي برضو الكارتات مش عايزينها. نفتح بقى اللاب مع بعض ونبص على المنظر الداخلي للجهاز. اول الحاجة طبعا رجل يوشكر. حاططت لي السيكر تعريب الحروف علشان اللي مش حافظ مكان الحروف العربي. وبعد كده اه دي الفاتورة اهيه. طبعا دي الفاتورة. بغض النظر عن السعر. علشان اه يعني الا سعر بتتغير. فانا مش عايز حد يقض سعر معين. يقول له الا سعر غلية او رخصة بعد كده. اللاب الوضع العام الاجمالي بتاعه شكله جميل. اه ما يدلش خالص ان هو لاب استراد يعني. اه تبص كده في اللاب الحالة في حتة تانية جدعان. بجد يعني مش افورة ولا اعلانات لشارقاوي ولا اي حاجة متكلام ده. اللاب فعلا حالته تحسه كانه جديد. طيب تعالوا بقى نشغلوا كده. اللاب اشتغل. تمام? هو المفروض شرقاوي هاططت لي نسخة على اللاب. متسميها باسم شرقاوي. شرقاوي تكنولوجيا الفرع اتنين. كده همتدل ندخل بقى نتعرف بقى على اللاب جهو. اول حاجة شرقاوي بتديها لك على اللاب هو ملف التست بتاع البرامج ده. هو فيه كزا حاجة. اول حاجة بيكون فيه الملف الاربعة وستين بيت ده. بيكون عليه كل البرامج تريبا اللي انت محتاجها اه للجهاز اكسل بقى مايكروسوفت اوفيس. اه وان نوت شوية برامج كده بيكون حطها لك. عمتا انا من وجهة نظري اهم حاجة فيها هو ده اهم حاجة بالنسبة لي. الفايل ده هو اهم حاجة بالنسبة لي. اه مايكروسوفت اوفيس. بعد كده بيديك بقى شوية ملفات تانية او برامج تانية زي الاكروبات اه بتاع البي دي اف وبيديك الكروم اه عشان تسطب كروم لو عايز متصفح وكده. بيديك فاور فوكس بيديك مشاغل فيديو بيديك واتساب للديسك توب. اه بعد كده ده لو شايفينه. ملف الامبوت اس ده بيديك شوية برامج لتستات. بيديك مسلا اللي هو بتشوف به بتاعة الشاشة هل حلوة ودقيقة ومناسبة ولا لأ وخصصا ده حاجة هتهم الناس بتاعة الجرافيك. فبيبتدي يغير لك الوان الشاشة من الوان مختلفة بقى احمر اصفر اخضر مش عارف ايه. عشان تاكد ان كل الوان شغالة مفيش ديت بيكسل معينة او مفيش اللي هي بسموها ستوك بيكسل. ستوك بيكسل دي بتكون بيكسل اية في الشاشة سابتة على لون معينة ما بتغيرش. يعني شاشة لو لوانها تغيرت البيكسل دي ما بتغيرش لنا. طبعا دلوقتي بتست كله ماشي مفيش اي حاجة في الشاشة تمام. دي كلها حاجات او حطها لك انت كعميل تستفاد بيها. ودي طبعا شراوي تكنولوجي من اسهل الاماكن واكتر الاماكن مرونة زي ما انا قلت في الضمان. يعني اسهل كمان من الناس اللي بتبيع جديد. اه ملف واسمه ده انا بصراحة مش عارف بتاع ايه. اه تقريبا التعريفات تقريبا خاص بالتعريفات بس احنا مش نحتاج لها حاجة اللي هي علاقة بالتعريفات طبعا حاط لك طبعا عشان تفق ضغط الملفات بتاعتك. اه كل الحاجات دي تمام. تعال انا نشوف كده برضو حاجة هنا. بس حاطت لك مسلا ملفات بتاعت حاطت لك كمان حاجات حاجات يعني مسلا ستيريو ليفت اندرايت ستيريو ساون. تلوقتي انا هجرب الصوت بتاع السماعات الاصلي. اه دلوقتي مسلا بتعمل انا دلوقتي سنع صوت الشمال بس. تمام? الصوت غالبا كده على حاجة. وانا الصوت واضح بالنسبة لي يعني اللاب مفوش خروشة. الصوت واضح يعني السبك من العلوق والصوت لان كده كده لابتوب مش بيديك صوت عالي قوي زي مسلا اه جهزة مسلا سماعة بتاعت الكمبيوتر او كده. ولكن اللي هميني نقاط الصوت دي اهم حاجة. شوف مسلا انا سمعتنيش غيرت مع بعض. صوت معقول لو انا عاد في اوضة بتفرج على فيلم على اتنين تلاتة تاني معي هاب بسامع الصوت عادي لو حط اللاف في اخر المكان حتى هشتغل. اه حطيت لك برضو التست بتاع الاي كاب او اللي هي التست بتاع الكاميرا طبعا مش هفتحها مش عايز حد يشوفني دلوقتي. اه ده علشان تست كارت الشاشة يعمل التستات على كارت الشاشة. فيه بعدنا كده عندنا ده بقى احنا بندوس على شوية على زرائر وبشوف شغالين معايا ولا لا. كل حاجة شغالة. اللي لو ما اخضر دي كده انا دست عليه بالفعل وموجود. كلها شغالة. طبعا كل حاجة موجودة في الجهاز شغالة. طبعا الزرائر التاني اللي دي عشان ده لاب توب اربعتوش اربوصة مفوش النمبر اللي هي الجانبية او اللي هي الحاسبة الجانبية. دي شوية حاجات لها خاصة بالكيبورد بتاعة الكمبيوتر او اللي هي الكيبورد المنفصل. اه من وجهة نظر يعني اه الراجل ما عدهوش العيب يعني في اي حاجة. هنتدي بقى ندخل بقى على تستات التقيلة. هعمل لها برضو فيديو مخصص لوحدها. ان انا هبتدي اعمل تست على البطارية واعمل تست على المداخل والمخارج والكلام ده بس ده النظرة مبدئية كان اهم حاجة بالنسبة لي اوسق عملية استلام الشحنة. واشوف قد ايه الحاجة متأمنة. الحاجة متأمنة جدا. اه الناس دي بتضمن لك حقك وبتديك ضمان شهر استبدال. اه يا جماعة بجد ده مش اعلان ده مجرد استلام لابتوب عادي يمشتريه لحد حبيبي كان سألني عليه وطلبه منه. تمام? اه بس كده عدي كل الموضوع وشكرا جدا لكم. وبكده نكون وصل لنهاية الفيديو النهاردة اتمنى لو استفدت من الشرح تتعامنا بلايك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من حلول التقنية وروفيوهات اول باول.